العاصمة السودانية الخرطوم، وكمحطة أولى ضمن جولة إفريقية، تم زيارتها من قبل وفد رسمي برئاسة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، رفقة عدد من المسؤولين، إضافة إلى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد عيسى من أجل التباحث حول ظاهرة تدفقات الهجرة غير الشرعية والظواهر السلبية المتمثلة في الإرهاب، فضلاً عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية لمراقبة الحدود المشتركة بين هذه البلدان وتأمينها. وكيل وزارة الخارجية في زيارته التي بدأت بالخرطوم، والتي ستشمل أيضاً تشاد والنيجر ومالي، استهلها بلقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، حيث دعا خلال اللقاء إلى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بضبط وتأمين الحدود، كالاتفاقية الربعية لحماية الحدود المبرمة مع دول الجوار، السودان والنيجر والشاد. مقترحاً إبرم اتفاقية ثنائية لحماية الحدود بين البلدين، في حال تعذر تفعيلها مجتمعة أو عدم اتفاق كل الدول عليها. وفي هذا الصدد، رحبت المهدي بالمقترح، معربة عن استعداد الجهات المختصة بالسودان لمناقشتها والتوقيع عليها في أقرب وقت. عيسى نبه أيضاً خلال اللقاء الذي حضره أصحاب العلاقة إلى أنه صار من ضروري إعادة ضبط الحدود المشتركة، لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تورطوا في القتال داخل ليبيا، وساهموا في عدم استقرار البلاد، حيث تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص نشر المزيد من القوات لتأمين الحدود المشتركة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك الإرهاب والجريمة المنظمة. إن مثل هذه اللقاءات الدولية، لسيما بين دول الجوار التي تتقاسم الاهتمامات المشتركة والقضايا الحيوية، من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم مصالحهما المشتركة، فضلاً على أنها تدعو بطريقة أو بأخرى لتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي ستعمل على حل حالة الكثير من المقتنقات في الملفات الثنائية، ما سيساهم في دعم الاستقرار وتحقيق السلم في المنطقة.